زي ما بنذكر دائما القراءة ممكن تكون عكسية إذا كانت طاقتك أنت سلبية كبيرة أو في طاقات سلبية حولك ممكن القراءة تكون عكسية بتمنى أنها تنطبق على العدد كبير منكم لكن بطبيعة الحال هاي قراءة عامة رح تنطبق على البعض والبعض الآخر لا خلينا نشوف أول شي العمل والدراسة وإذا في سفر بالنسبة للعمل الحبيب يعني تعرضت لغدر من أكتر من شخص على الصعيد العملي الآن في شهر تموز رح يكون في عدل الشخص للأشخاص هدولة ممكن إلاقوا جزاؤهم أو ينفضحوا مثلا فيه رح ينعرفوا منهم ورح ياخدوا جزاؤهم في شهر تموز عم بشوف محكمة وممكن تاخد حق منهم أو عم بشوف ورق في الموضوع فيه أبراج ممكن تكون هوائية أكتر فيه شغلة أنت خسرتها لبرج الميزان على الصعيد العملي لكن بشوفك عم بتعود الطاقطة يعني خسرت هذا المبلغ رح تحصل على ضعفه وهذا طبعا من شغلك أنت وكمان الحظ معك رح يكون مبين في شهر تموز رح يلعب الحظ معك لعبته فبحكي لك أنه بنصحك أنه تستغل الفرص لأنه مش دائما تيجي هاي الفرص أو تتكرر عنا فإذن أخبار حلوة على صعيد الشغل كمان ممكن يكون هذا الججمنت أو العدل عم بيكون ممكن تجاهك أنت إذا أخطأت في الماضي ممكن تاخد جزائك جزائك مثلا في الفترة اللي هي شهر تموز اللي إحنا نوينا عليها القراءة في أيضا أبراج مائية ونارية لحد الآن أكتر شيء نارية بالنسبة لللي بدرسوا في اللي حواليهم يعني كتير عم بيدققوا أنه أدرس أدرس كذا أنت مش حابب أنت هاي الطاقة وحاب تكون عم بتدير أمورك لحالك بدون تدخل أي حدا عم بيكون في أمل كبير عندك أنك تحصل على اللي بدك إياه في الدراسة ها عم بشوف برج الميزان طاقتك الأديمة كانت خيبة أمل كانت هي من نوع تقيل حتى أثرت على صحتك ممكن تكون أو عندك مشكلة صحية عم بتعاني منها إلك فترة والآن في استشفاء الحمد لله عم بتتحسن الصحة عند برج الميزان حتى الصحة النفسية عم بيصير شغلات يعني حلوة إيجابية فهذا إشي كتير حلو عم ترتكز على موضوع أو يعني راكن على موضوع حتى تضبط أمورك وهذا الموضوع عم يمشي على خير خلينا نشوف إذا فيه مجال للسفر أو تغيير المكان بيين عندي فيه سعادة على أكتر من صعيد خاصة على السفر إذا أنت كنت ناوي تنتقل أو تسافر في وراء حلو بالنسبة إلك لكن ما عم يكون معك المادة المطلوبة المال المطلوب لحتى تكمل الإجراءات أو كذا بس أنا شايفة بالنهاية فيه 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 فرصة للانتقال أو تغيير حتى ممكن يكون معناها أنه تغيير من من مرحلة لمرحلة ثانية فيه سعادة الأولاد رح ينبسطوا في هذا السفر إذا كان فيه أولاد أو ممكن تسافر لحالك إذا وراء حلو بالنسبة للدراسة والعمل خلينا نشوف وراء للعزاب للعلاقة العاطفية بشكل عام للعزاب اللي عم يستنوا حب أو ارتباط من برج الميزان حلوة هاي كتير جراء هاي طلعت كمان معي إذن للعزاب للعزاب عم بشوف بك تبني آمال بالفترة الماضية كنت سعيد في فترة من الفترات وحاب إنك ترجع هاي السعادة لحياتك عم بتحاول بكل عم بشوف طاقة بعد عندك بالفترة الماضية كنت تفكر بالبعد إما عن أشخاص أو عن الجو المحيط واكنك مليت من الوحدة فناوي تغير في هذا الموضوع عم بشوفك بتدخل حفلات واجتماعات يعني تحاول تندمج في شهر تموز ممكن النية تكون عشان تلاقي ارتباط أو تلاقي شخص أو تكوين حتى صداقات جديدة بيين عندي فيه شخص ممكن يكون جديد في شهر تموز عم يكون عنده فيه كتير طيبة ممكن يكون ناري أو مائي أو لا ناري أو هوائي هذا الشخص ما عم يكون كتير غني لكن عنده ثقافة بشكل مش طبيعي عنده حكمة في المواضيع بكافح طموح هذا الشخص عم يبني حياته من الصفر ويمكن انت بتساعده أو رح تساعده في الموضوع شخص عم بتطلع عليك من فترة انت عاجبه لكن عم بيكون نفسه أو عم بيحاول يخلق أول شي صداقة بيناتكم لكنه شخص طيب للغاية ممكن يكون شخص شوي كبير بالسن يمكن الحكمة جاي من هذا الموضوع لأنه كبير شوي بالسن مر بكتير تجارب وطالع من تجربة من فترة فعم بيحاول يلاقي فيك مش البديل خلص انه مل كتير من العلاقات ومل من الخذان فناوي على ارتباط هذا الشخص يعني مش بس على حب لأنه من النوع من الأشخاص اللي كل ما يدخل علاقة بيكون ناوي على جدية هو شخص جد كتير سيريس في الحياة فعم بيكون شخص كتير حلو لبرج الميزان يعني اذا طلع لك هذا الشخص خاصة من برج هوائي بتمنى انه يعني توافق او تمشي في هاي العلاقة لأنها تكون رح تكون الخير للك فيها فيها مستقبل فيها توديعي يعني هذا الشخص رح يفرحك كتير وكأنه عم بيكون هو فارس احلامك لكن رح ازعل كتير منكم لو ما قبلتوا في هذا الشخص او فكرتوا بس بالمادة فإذا بشرة حلوة يعني ورق حلو للعزاب للعزاب اللي ما عندهم ابدا حدا في حياتهم او حدا عم يستنوا خلينا نشوف المتزوجين والمرتبطين اللي مش منفصلين من برج الميزان ان شاء الله يكون حلو يكون الطاقة فيه حلوة عم بك تشوف امرأة كبيرة بالعمر وكأنك عم بتكون معاها مش على وفاق لكن ما في هديك المشاكل الكبيرة يعني عم بيكون فيه مصالحة عم بيكون فيه مصالحة مع هذا الشخص اذا للمتزوجين اذا للمتزوجين فيه بشرة حمل ممكن تكون او فيه حمل من الاصل وعم يمشي على خير هذا الموضوع فيه نوع من العدل والميزان رح يكون فيها في فترة تموز لبرج الميزان هذا الكرت الثاني اللي بطلع معي اللي هو يعني كرت العدل اللي هو تاخد حقك من بعد من سلب منك هذا الحق للمتزوجين عم بتقول خلص طفح الكيل عم ترسم العلاقة اللي انت بدك اياها في الزواج واكنه مجرى العلاقة ما كان كتير يعجبك لكن عم بشوف فيه فرح وفيه سعادة في اكتر من كرت للمتزوجين اذا ورق حلو كتير للمتزوجين نشوف المرتبطين اللي هما مش متزوجين ومش من الفصلين لبرج الميزان اذا لشهر تموز يوليو بالنسبة للمرتبطين ان شاء الله يكون فيه علاقة جدية في الطريق نشوف بالنسبة للمشاعر فيه حب حقيقي من الطرف الاخر فيه اندفاع نحوك فيه اشياء تجذبوا فيك ما شافها بناس من قبل او فيه علاقاته القديمة بشوفك عم بتكب شغلة ورا ظهرك وتتمنى الجديد وتكون مع الشخص الحالي كتير رزين وكتير بتوزن الامور وكأنك تعلمت من اخطائك القديمة وعم بتطبقها فيه علاقتك الجديدة عم بشوفك كتير سعيد وخاصة المرأة من هذا البرج من الميزان عم بيكون فيه نوع من السعادة فيه ربيع حواليها يعني فيه بشائر فيه فيه اشياء حلوة ممكن يكون فيه سفر اما للشريك او انتوا مع بعض فيه انتقال مكان عم بشوف الشريك عم بيخطط بس بتنا نشوف لشو عم بيخطط ان شاء الله تكون حلوة يعني يكون فيه ارتباط ممكن يكون فيه فرصة ارتباط كبيرة ولكن عم بتكون متسرع وأكنك بدك تتزوج وخلص يعني نتيجة عن الملل مش نتيجة عن الحب لكن فيه سعادة فيه فرح في نهاية هاي العلاقة رح يكون من بعد تعب ومن بعد ممكن يكون فيه علاقة ثلاثية انت عم تخلص من هاي التقاط وتمشي لقدام مع الشريك فيه خطوات ثابتة لبرج الميزان خلينا نشوف مثلا اللي هم المنفصلين بتعبانين شوي من الانفصال نشوف فيه رجعة هذا الشهر وقديش نسبة الرجعة وكيف عم بيفكر فينا الحبيب الشخص اللي تاركينه والله مشغول شوي بالطرف الآخر حاسس بخيبة أمل ممكن القراءة تكون عكسية نغدر من كتير من أشخاص على مستوى العمل ممكن يكون والعاطفة لأنه مبين كتير فيه جروحات عم بيعاني منها أو عم بيحاول استشفاء منها الشريك عم بيكون فيه حوالي مشاكل ومنغصات يمكن الشريك يكون مدمن ممكن يكون مدمن وعم بيخطط أنه يطلع من هذا الإدمان وكأنه الإدمان كان من الأسباب اللي بعدت بناتكم ممكن أنت عم تاخد قرار يمكن بالموافقة على الرجوع أو لا في البداية ممكن تكون مقرر الإبتعاد لكن ناوي على الرجوع للطرف الآخر ناوي على الرجوع وشايفه فيه سعادة عندك وكأنك رح تكون يعني رح تكون كتير سعيد على فكرة هذا الارتباط ممكن يؤدي إلى زواج لكن في الفترة الحالية ممكن يكون فيه رجوع ارتباط رح يكون شوي مأجل لبرج الميزان خلينا نشوف إذا فيه علاقة ثلاثية شوف هو كان عم يحكي مع أكتر من حدا فيه سبيل إنه يتسلى أو عشان ينساك مثلاً لكن عم بيفكر فيك بين الفترة والثانية لكن عم بيفكر فيك بجدية لأنه أنت كأنك مفهمه أنه علاقة جدية وارتباط يا بلى وكأنك كنت عم تتعامل معه بهاي الطريقة آخر فترة فهو عم بيحسب كتير حسابات قبل قبل ما يرجع وكأنه أنت كاشفه يعني كاشف كل العيبه اللي لعبها قبل هيك وعم بيكون خايف منك لأنك أنت شفت حقيقته لكن عم بشوف فيه فيه رجوع فيه رجوع وفيه تغيير بهيئة الحبيب يمكن انتهى من الإدمان أو عم بيحاول إنه فهذا هو اللي مبين بالورقة كمان مرة هاي الورقة التانية عم بيحلم في الاستقرار هو كان مبسوط في اللي هو انتقال من علاقة لعلاقة لكن عم بيكون بالفترة الجاي عم بيفكر بالاستقرار وعم ياخد قرار كتير قوي في هذا الموضوع إذن راجع لك على نية زواج ممكن يكون زي ما قلنا اللي هي أول شي رجوع بشهر تموز لكن الارتباط ممكن تكون في أشهر قادمة لكن فين هي للارتباط من الطرف الآخر خلينا نشوف إذا فيه نصيحة من ال نصيحة من الكون أو إلهام ممكن يلهمنا في الصعيد على صعيد أو أكثر من صعيد نشوف شو الورق ممكن يطلع لنا لبرج الميزان برج الميزان بيقول لك انت بيقول لك اطلع من الحال اللي انت فيه حاول الاستشفاء حاول الاستشفاء من الطاقات السلبية اللي انت فيها من الجروحات الماضية عشان تحصل على السعادة هذا الشرط الشرط انك تطلع من هاي الطاقة السلبية اللي هي الطاقة ممكن تكون انتقام طاقة وبحكي لك انك تكون متوازن بقراراتك بالفترة الجاي ممكن تكون متهور بشهر سبعة فبيقول لك لا كون اكيد من القرارات او من الاحسن ما تاخد قرارات في هاي الفترة اذا بيحكي لك اطلع من الطاقة اللي انت فيها لانه ما عم بيسبب لك الا انه يدخل اشخاص سلبيين ممكن تجذب اشخاص سلبيين اذا كنت كمان عم بيبشرك في فرحة في موضوع كنت عم تستنى فيه كتير فبيقول لك يعني ما تشغل بالك في صغائر الامور يعني تطلع لبعيد شوي تطلع لبعيد يا برج الميزان وما تضلك تفكر في التفاصيل التفاصيل الامور بالاجمال كتير حلوة والنصيحة كانت حلوة بالورق فيعني شهر حلو لبرج الميزان نسبة تسعين بالمية ممكن يوصل يعني من احلى التوقعات اللي مرت فبتمنى لكم شهر كتير حلو اشتركوا في القناة